يعني لا بالعكس التيار الصدري مثل ما أسلمت هو ما يميز التيار الصدري منه تيار عقائدي وهو يستطيع ويمتلك القدرة على التحريك الشارع بعكس باقي التيارات ريطار التنسيقية التي نجد أنها سياسية قبل أن تكون عقائدية وحتى إن كانت عقائدية لا تصل بدرجة التيار الصدري التيار الصدري أثبت بالفترات السابقة أنه له القدرة والتأثير على الرأي العام العراقي نجد أن التيار الصدري قد يشكل بالمرحلة الموبلة منافس سياسي خطير وممكن أن يكون قادر على التحديد والقدر على تحريك مقاعد العملية الانتخابية التيار الصدري استطاع من خلال المطارة المستثمر بأن يوصل رسالة السفارة الأمريكية والسفير الأمريكية بأن من يمتلك الشارع هو التيار الصدري وحتى المجتمع والإقليمي التيار الصدري استقل عدم قدرة الإطار التنسيقي على الخروج بفعل معاكس لمسألة حرف القرآن على اعتبار أن حكومة سيد محمد الشاعر السوداني هي نتاج الإطار التنسيقي وبالتالي أقل قوة الإطار التنسيقي اكتفت بالرد السياسي والدبلوماسي وأن ما يعرف بالعراق بأن الرد الجماهر لطالما يحظى بقبول شعبي على مستوى عموم المحفظات العراقية نجد أن تيار الصدري استطاع أن ينجح بأن يكون لهذه الفترة بالتأثير على الرأي العام العراقي إذا ما أخذنا من الاعتبار أن المجتمع الأقليمي والدولي وكل يتعاطف مع هذه الحادثة استطاع تيار الصدري أن يختار الظرف والوقت المناسب من أجل تحريك مشاعر العراقيين وأجل تحريك مشاعر تيار الصدري بأن انتخابات المقبلة يجب أن تكون بهذا العدد وبهذا الكم الجماهيري وبأكثر حتى يكون قادر على منافسة الإطار التنسيقي مستثمر سكوت الإطار التنسيقي عن الخروج بتلك المظاهرات على اعتبار أن الإطار التنسيقي لا يسعى ولا يعمل على إحراج حكومة سيد محمد الشياعي السوداني التي اكتفت بطرقة المواسية التعامل مع تلك الحادثة بي